بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب وطلبات الصف الثاني الاعدادية زيكم يا شباب عاملين ايه ان شاء الله في الفيديو دوت احنا مكملين في يونت وان وهناخد جزئية الجرامر او المختصة باللانجوج اللغة فاللي متابع معايا في كتاب المعاصر صفحي التلاتة واربعين او فورتي سري الجزئية دي موجودة عندكم احنا عندنا تلات افعال عايزين نعرف كل فعل بستخدمه في ايه طيب تعالوا كده مبدئيا نشوف ايه هما نشوف ايه هما التلات افعال وكل فعل هستخدمه في ايه طيب ايه قصة التلات افعال دول مبدئيا انا عندي فعل اسمه هاف او هاز اللي اتنين يعني وجهين لعملة واحدة خلينا نقول كده هاف او هاز ايه معناهم الاتنين نفس المعنى معناها يمتلك اولديه او عنده بستخدم الفعلين دول لسؤال عن الملكية للسؤال عن الايه الملكية تمام كده للسؤال عن الملكية لو انا عايز اسألك عن اي حاجة عندك او انت بتمتلكها فهسألك باستخدام الفيرب ده او ده طيب تمام جميل جدا انا امتى استخدم الفيرب هاف بستخدم الفيرب هاف مع الجمع مع الجمع يعني مع الاسماء الجمع او اي ضمير جمع يعني هاف بيجي مع اي او يو او وي او ذي طيب وهاز باستخدمه مع اي اسم مفرد او الضمائر المفردة هي وشي وقت تمام فهنا خلينا نقول كده علشان ما ننساش الفعل اللي من اربع حروف اللي هو الكبير هستخدمه للجمع عشان فيه طلبة يعني الزكرة مش بتسعفهم شوية او ممكن ينسوا او يتلغبطوا في الامتحان هو هافل للمفرد ولا الجمع هازل للمفرد ولا الجمع قولي نفسك مثلا هافل الفعل من اربع حروف ده للجمع وهازل من ثلاث حروف الصغير للمفرد خلاص كده طيب بسأل بيهم عن ايه بسأل بيهم عن الملكية لو انا عايزة اسألك انت بتمتلك شيء معين طيب الفيرب كان الفيرب كان بستخدمه امتى قال لي ان الفيرب كان لما بكون عايزة اسأل بي للسؤال عن القدرة او طلب شيء ماشي يبقى هنا كان بستخدمه للسؤال عن القدرة او طلب شيء انا عايزة اقول لك هو انت قادر تعمل كذا تقدر تعمل كذا او طلب شيء بطلب منك اي شيء لما ايجي اطلب اي شيء فبستخدم الفيرب ايه كان يبقى كان بستخدمه للسؤال عن القدرة او لطلب شيء ما تمام كده طيب اخر فيرب عندي اللي هو شال شال ده فيرب بمعنى هل لما ببتدي بيه سؤال ودايما انا بستخدمه لو انا عايزة اقدم اقتراح لو انا عايزة اقدم اقتراح او كمان لو انا عايزة اقدم مساعدة لحد تمام زي مثلا لما اقول تمام كده يبقى انت كده بتقدم ايه مساعدة لحد يبقى شال بستخدمه للسؤال عن ايه تمام طيب عايزين توضيح اكتر شوية وعايزين نعرف ايه طريقة الاسئلة بتاعتهم بتيجي ازاي في الامتحان هل بيقولك كويلي سؤال ولا بيجي لك اختياري بما انك انت لسه في الصف التاني الاعدادي خلينا نشوف لو انا دلوقتي مثلا عايزة اكون سؤال به او هاز اوكي طيب احنا خدنا قبل كده تكوين السؤال وقلنا ان السؤال في الانجليزي بيكون نوعين يا اما سؤال بفعل مساعد او سؤال بادات استفهام فانا لما هبتدي السؤال به او هاز دول باعتبرهم افعال مساعدة وبيكون معناهم في بداية السؤال هل زي مثلا لما اقول لك ايه هاف يو جوت اني كازنز عندك السؤال ده موجود في كتاب المعاصر وعندي الاكسبريشن ده هاف يو جوت هاف يو جوت دي كده نحفظها كده تركيبة على بعضيها هقول هاف يو جوت وبقى بتكمل اللي انت عايز تسأل عنه يبقى انا لو بسألك عن ملكية شيء تمام هقول لك ايه هاف يو جوت انيوباك هل مثلا عندك شنطة جديدة هنا هاف يو جوت بستخدمها لما كون بسأل عن ملكية هل انت بتمتلك شيء وبجيب بقى الجزء اللي انا بسأل عنه او بستفهم عنه هنا فهنا هاف بتجيلي في اول السؤال كفعل مساعد بيبقى معناه هل هل لديك هل تمتلك هل عندك وهنا الضمير يو وهنا جوت التصريف التالت للفربي جت تصريف تالت يبقى كده نعرف علشان دي هتجلنا في الاسئلة هاف بييجي معاها تصريف تالت اوكي طيب هنا في كتاب المعاصر بيقولك ايه هاف يو جوت اني كازنز زي مثلا المثال ده السؤال ده بيقولي ايه هاف يو جوت اني كازنز يعني هل عندك او هل لديك اي او لا دعم تمام احنا متفقين وعارفين ان السؤال بفعل مساعد يا اما هيبتدي الاجابة بتاعتي بيس او نو الاجابة عليه بتبقى سهلة جدا لو انا هجاوب في الاسبات هقول ايوة ياس لازم ابتدي كلامي بيس لو هقول لا هبتدي بنو في ايه في حالة النفي فهقول ياس ايه يو في السؤال هتتحول لاي في الاجابة اي هاف هتبقى ياس اي هاف تمام اوكي لو انت عايز تحدد اجابتك اكتر دي طبعا شورت انسر اجابة مختصرة او قصيرة هقول مثلا ايه ياس اي هاف مثلا فايف كازنز انا دلوقتي حددت وقلت مثلا ان انا عندي ايه خمسة من اولاد العم مثلا اوكي وهكذا لو نو هتقول no i haven't no i haven't got no i haven't got تمام i have بس هاف بقى هتبقى من في فهقول no i haven't طيب لو انا عايزة اجاوب اجابة كاملة انا لازم اكمل هقول no i haven't got any cousins يبقى في الحالة دي لو انا هجاوب بالاثبات هقول ياس اي هاف اوكي كده اجابتي تمام لو في النفي هقول no i haven't وممكن اقف لحد هنا يعني لحد هنا كده اجابتي صح no i haven't طب لو انا عايزة اكمل هقول no i haven't got any cousins خدوا بالكم كمان ان كلمة any بتيجي في السؤال او الجملة المنفية يعني هنا شوفوا فيه نفي فيه not يجي معاها any تمام كده طيب تعالوا ناخد سؤال كده على صيغة المفرد لو انا مثلا عايزة استخدم has هقول ايه هنا السؤال بيقول لي ايه في كتاب المعاصر has your father got a blue car شوفوا هنا السؤال كده معايا ابتدينا بهاز في اول الجملة معناها هل لديه او عنده او هل يمتلك has your father got وجات لي got تصريف ثالث a new car يعني هل والدك يمتلك سيارة جديدة طيب هنا your خدوا بالكم هنا you الضمير you لكن هنا your father تمام انا بقول لك لدك انت فهنا دي كده تعتبر مفرد فياخد has has your father تمام انا دلوقتي قصدي بابا فهنا ده شخص مفرد تمام فهياخد ايه has طبعا لو انا جاوبت بالاثبات هقول yes تمام هقول yes ايه بقى على بابا دي لو شلتها هجيب الضمير he هقول yes he has he has he has طب لو no هقول no he ايه بقى has ولا hasn't no he hasn't no he hasn't ممكن اقول لحد كده واسكت وممكن اكمل واقول no he hasn't got a blue car كده صح وكده صح طيب تعالوا للفعل التاني اللي معانا اللي هو ال verb can can تعالوا ناخد عليه مثال عشان الدنيا توضح معايا اكتر واحنا قلنا can بستخدمه علشان اسأل عن القدرة او طلب شيء في كتاب المعاصر عندي فيه سؤال بيقول لي ايه can you climb a tree هل انت تستطيع ان انت تتصلق شجرة طيب تعالوا نشوف السؤال شكله عامل ازاي ونشرح عليه بصوا كده هنا السؤال معايا ابتدى بكان هل تستطيع هل لديك القدرة can you climb a tree ابتدى بكان وبعد كده فعل مساعد فعل مساعد وبعد كده الفاعل الضمير ده وبعد كده الفعل الاساسي وبعد كده باقي الجملة احنا كنا وغدين تكوين السؤال وازاي نكون سؤال في فيديو قبل كده فعل مساعد وبعد كده الفاعل جال الضمير وبعد كده الفعل الاساسي وبعد كده باقي ايه الجملة can you climb a tree لازم ناخد بالنا كمان من حاجة لازم ناخد بالنا من ترتيب اجزاء السؤال من ترتيب اجزاء السؤال يعني لازم لو انا هسأل سؤال هبتدي بالفعل المساعد وبعد كده الفاعل اللي هو ممكن يكون ضمير او اي اسم تمام وبعد الفعل المساعد والفاعل فعل اساسي وبعد كده ايه باقي ايه باقي الجملة او باقي السؤال الجزء اللي انا بستفهم عنه خلاص كده فناخد بالنا من الترتيب ده بما اني هكون سؤال لازم الفاعل الاول وبعدين الفعل الاساسي فانا لو هجاوب على السؤال دوت اجابة مختصرة هقول ايه يس اي كان او نو اي كانت ثبات هقول يس اي كان هنا يو هتتحول لاي وبعد كده هعمل هنا مقص فهقول اي اي كان يس اي كان لو نو هقولنو اي كانت تمام دي طريقة الاجابة على سؤال بادئ بفعل مساعد طيب لو انا عايزة اكون سؤال تمام بو اتش او سؤال بكلمة استفهام تعالوا نشوف المثال اللي جايلي في كتاب المعاصر السؤال اللي في كتاب المعاصر اللي بادئلي بادات استفهام بيقول لي ايه بيقول لي what can you do احمد هنا ابتدى السؤال بادات الاستفهام وبعد كده الفعل المساعد الفاعل الفعل الاساسي وباقي الجملة what can you do احمد ماذا تستطيع ان تفعل يا احمد او تقدر تعمل ايه يا احمد فكانت الاجابة على السؤال ده في كتاب المعاصر صفحة اربعة واربعين بيقول له i can lift these heavy bags ايه كانت الاجابة قال له i can انا استطيع you في السؤال هتتحول لاي في الاجابة هقول i can واقول بقى انا اقدر اعمل ايه هنا بيقول له i can lift i can lift these heavy bags يعني انا اقدر ارفع ايه هذه الحقائب الايه استقيلة heavy bags يعني ايه لشونا تلتقي له اوكي هنا في السؤالين دول انا سألت عن المقدرة او القدرة انت تقدر تعمل ايه ممكن كمان استخدم ال verb can لطلب شيء زي مثلا هنا برضو بيقول لي ايه can i have ice cream please شوفوا هنا معي السؤال ده بيقول لي ايه can i have ice cream please يعني هل ممكن اطلب ice cream او هل ممكن ااخد ice cream هنا بيطلب شيء فهقول له ايه هقول له yes او no برضو هبتدي اجابتي بyes او no لكن اكمل اجابتي هنا في كتاب المعاصر بيقول له no you can't ice cream is not good for you الايس كريم مش جيد ليك ممكن الله اعلم بقى ظروفه تعبين عنده احتقان whatever يعني بس هنا بيقول له لا ان الاس كريم مش حلويك اوكاي تعالوا نشوف ال verb الثالث اللي معانا وهو shall ايه لو رجعنا كده الاول الصفحة يبقى احنا خلصنا من الجزئية دي have وهاز وعرفنا ان احنا بنسأل عن الملكية وعرفنا ان كان ممكن اكون بيها سؤال واسأل عن القدرة او ممكن اطلب شيء تمام تعالوا بقى لل verb shall انا عايز اعرف ازاي اقدم اقتراح او اقدم مساعدة باستخدام ال verb ده طبعا ال verb shall باستخدامه ان انا بقدم اقتراح زي مثلا هنا السؤال بيقول لي ايه بصوا هنا كده معايا السؤال بيقول لي ايه shall we play a game next weekend يعني هل ممكن نلعب game next weekend يعني العطلة القادمة او في الاجازة الجاية ده ايه طريقة السؤال فهنا انا كده بقدم اقتراح shall we play a game ممكن فلو انا هجاوب بالموافقة او agreeing طبعا دي معناها الموافقة لو انا هجاوب بالموافقة هقول له yes هنا في كتاب المعاصر بيقول لك yes that's a good idea هذه فكرة الرائعة ممكن اكمل اجابتي كمان زي مكتاب المعاصر let's go to the park tomorrow يلا نروح الحديقة ايه غدا فدي الاجابة بالاثبات طب لو انا عايز اجاوب بالنفي فهقول له ايه ممكن اقول له no i can't i'm busy انا مش هقدر فهقول ايه no i can't انا لا استطيع تمام لو انا هجاوب بالنفي هقول له no i can't وممكن اذكر سبب هقول له i'm busy يبقى انا لو هجاوب بالنفي هقول له no i can't i'm busy انا مشغول كلمة busy يعني مشغول وممكن اقول no i'm sorry i have a lot of homework انا عندي homework كتير ممكن اجاوب الاجابة ديت زي في كتاب المعاصر no i'm sorry انا آسف i have a lot of homework تمام انا عندي واجبات كتيرة فكده انا ذكرت له سبب خدوا بالكم ان الجمل دي كتير هتساعدني في سؤال المحادثات او conversation في الايه في الامتحان فناخد بالنا كويس ونركز في الجمل دي تمام طيب ده السؤال ده لو انا هاقترح شيء حتى باين من معنى السؤال طيب لو انا عايزة اقدم مساعدة هقدم مساعدة في حاجة معينة زي مثلا هنا السؤال بيقول لي ايه هل ممكن اساعدك في قطع البطيخة ادي السؤال معايا هل ممكن اساعدك في قطع البطيخة فهنا السؤال بسأل ايه عايزة اقدم مساعدة اهو لو انا عايزة اوافق او هوافق بالاثبات يعني هقول اوكي ايوة قبول العرض هقول له ايه thank you but be careful with the knife هنا قال له ايه yes you can thank you تمام thank you واكمل الاجابة بتاعتي عادي هنا في كتاب المعاصر بيقوله thank you but be careful with the knife لكن كن حذرا وانت بتستخدم الايه السكين لو انا هرد بالرفض تمام لو انا مش موافقة على التقديم المساعدة دي او هرد برفض عرض المساعدة هقول ايه thank you i can do it myself او on my own thank yous يبقى هنا لو انا عايزة اجاوب الاثبات هشكره واقول له اكمل له كلام عادي هنا الايجابتين دول فحواهم النفي thank yous i can do it myself انا اقدر اعمل كده بنفسي او اقول له thank yous i don't need any help انا مش محتاج اي مساعدة دول نفي معناها ان انا رفضت الايه الطعب طيب اه اتمنى نحن نكون فيه من الجزئية دي تعالوا نشوفوا طريقة الاسئلة اطلع عليها ازاي في كتاب المعاصر عندي في كتاب المعاصر صفحة 45 او 45 number one بيقول لي ايه have you space هنا مسافة a watermelon grandma يعني هل لديك بطيخ يا جدتي grandma يعني جدتي فقول ايه have you got gets got getting طبعا have you have بتاخد التصريف التالت فهتبقى got yes number two of course you can what ايه وطبعا انت تستطيع ايه to my house later لمنزلي بعد كده فهيقول له ايه yes you can comes came coming come yes you can can بتاخد مصدر ناخد بالنا ان الفربي كان وشال بيجي وراهم مصدر هل ممكن احضر معي shall i bring you some water يعني هل ممكن احضر لك بعض الماء تمام number four في هنا مسافة you got that game called odd one out هنا مسافة بيقول لي you got عايز اساله بقى ايه هل انت عندك او تمتلك هذا الجيم او اللعبة اللي اسمه odd one out تمام دي اسم game هقول له ايه بقى do you got can you got have you got did you got طبعا got تصريف تالت الفربي فهتاخد have number five space هنا مسافة i have a glass of water please can i have 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 i have did i have had i have طبعا هتقول له ايه انت دلوقتي عايز ايه كوبية مية او كوب من الماء فهتطلب الطلب باستخدمه ايه باستخدم له الطلب باستخدم له اي verb باستخدم ال verb can number six مسافة we eat here احنا بناكل هنا حسن فقال له yes that's a good idea ايه انها فكرة رائعة فهيقول له ايه have we eat here where are shall هنا ايه الاجابة هتبقى ايه shall لان انا باقترح عليه shall we eat here حسن هل ممكن ناكل هنا بقدم اقتراح number seven has he got an umbrella هل هو لديه umbrella هل لديه يعني مظلة شمسية يعني فبيقول له no he ايه بقى he can't well hasn't doesn't have doesn't طبعا هنا has got هتبقى انا فيها ايه hasn't no he hasn't هاختور hasn't لان هي اريدي معي في السؤال هنفي بيها number eight can you carry this heavy box هل تستطيع ان انت تحمل carry يعني يحمل او يشيل this heavy box هزا الصندوق السقيل فبيقول له no i i ايه بقى i must should can't can't no يعني انا هانفي وهنا بس قلب كان يبقى انا هقول no i can't no i can't عندي هنا في السؤال no i can't number nine what shall i what for you what shall i did does done do for you هنا معنى السؤال ماذا يجب علي افعله ليك يعني what shall i do for you هنا shall قولنا بتاخد ايه مصدر فهناختور نيجي number ten مسافة هنا بيقول لي ايه you help him with his homework does are هنا انا بطلب مساعدة فلطلب المساعدة هاختور البرب ايه هنا هاختور ايه have ولا can ولا does ولا are طبعا هنا انا بطلب شيء يبقى ايه can you help him هل ممكن تساعده with his homework هل ممكن تساعده في الواجب بتاعه تعالوا بعد كده للسؤال دوت اللي هو الجمل اللي بيكون فيها كلمة تحتيها خطوة احنا المفروض نصحح الايه الكلمة دي هنا number one بيقول لي ايه have your father got a computer have your father got هل بابا لديه كمبيوتر ها ينفع اقول have your father father دي مفرد فلازم تاخد الفرب ايه has yes لانها ايه لانها مفرد اوكي نقل بالصفحة ونيجي لنمر 2 بيقول لي ايه shall i helps you to cut it هل ممكن اساعدك علشان تقطعها to cut it تقطعها فهنا shall i اولا shall بتاخد فرب في المصدر فرب في المصدر يعني بدون اي اضافات اوكي يبقى احنا هنحزف الايه الاس لفرب number three can we set next to the window هل نستطيع ان احنا نجلس بجانب الشباك او النافذة فبيقول له no you can ينفع اقول no you can هناك جملة منفية اللي جابة بتاعتي انا منفية فاقول no you can't yes number four what has you got in your bag ماذا لديك او ماذا عندك in your bag في الحقيبة بتاعتك او في شنطتك اللي معاك في الشنطة what has you ينفع اقول has you you بتاخد ايه have لانها بتعامل معاملة الجامع يبقى have you number five no you can ice cream is not good for you جملة منفية بيقول له لا you can ice cream هقول له ايه عايزة اقوله لا لا تستطيعي يبقى no you can't number six what have you get in your bag what have you get in your bag ماذا لديك في الشنطة او في الحقيبة تمام لسا ايلي السؤال دوت فوق اهو ينفع have ييجي معاها مصدر لا have بييجي معاها تصريف تالت فهيبقى نيجل number seven بيقول لي shall salma ride the camel قال لي no she can't هنا انا بقى بسأل على المقدرة لاني هنا في الاجابة عندي بيقول لي can't طالما هي عندي في الاجابة يبقى هي already المفروض تكون في السؤال يبقى can salma ride هل تستطيع salma ان هي تركب الجمل فقال لي لا لا تستطيع يبقى هنا can number eight shall we going to the zoo tomorrow هل ممكن نذهب للحديقة الحيوان غدا بكرة هنا shall we going ينفع going verb وفيه ing مع shall shall بتاخد ايه مصدر كرر تاني ان الverb shall we can بياخدوا مصدر وراهم يعني فعل بدون اي اضافات تعالوا بعد كده للسؤال دوت هنا بيقول لي complete the sentence كمل الجمل with the correct form بالشكل الصحيحة وبالتركيبة الصحيحة هنا number one بيقول لي have space هنا المفروض اللي بين القصين ده هيتحط هنا بالشكل الصح ابايك فبيقول له no i haven't يبقى هنا have you get ولا have you got هنا هتبقى ايه التصحيح بتاعها بدل get هتبقى ايه got تمام number two space هنا بيقول لي ايه i shall get you a drink وهنا علامة استفهام يعني ده سؤال ينفع اقول i shall get you a drink تلقى ما سؤال يبقى هنعكس هنعمل هنا مقصة هيبقى shall i get you تمام هنعكس هنا هنجيب shall الاول هتبقى shall i get ونكمل shall i get you a drink هالممكن اجيب لك مشروب number three can what have i a glass of milk please عايز اقول له ايه ممكن ان انا اخد a glass of milk يعني كوب من الحليب او من اللبن من فضلك فهنا هقول له ايه can have i ولا can i have هنعكس هنا برضو فهقول can i have خدوا بالكم من ترتيب اجزاء السؤال فعل مساعد فاعل وبعد كده الفعل الاساسي اوكي هناخد بالنا هنا number four بيقولي ايه shall we here play it tennis together هو عايز اقترح علي بيقولي هل ممكن نلعب تنس مع بعض طب ايه الخطأ هنا هنا shall يجي معها verb في المصدر فكل اللي انا هعمله هحزف الاي دي وهكتب هنا بس play فعل في الاي فعل في المصدر تمام لحد كده هنكون وقفنا يا شباب ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هندخل في الدرس الخامس والسادس بتوفيق للجميع ان شاء الله نذاكر كويس حتى ولو كل يوم ربع ساعة انجليزي هشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي باي باي